اشتركوا في القناة زميلتنا فرانس 24 غدا حول هذه الإنسانة هذه السورية البسيطة التي قالت لا لداعش وأرادت أن تكسر حصار الإعلام في الرقة في بلدتها تحت سيطرة داعش بداية نسعد باستقبالك هاي العلي أهلا وسهلا فيك عبر أثير منتكال الدولية أهلا وسهلا فيك أول مرة تشرفينا على ستوديو منتكال الدولية فإذا اليوم تشعرينا بماذا لما تشوفي أنه تعمل فيلم وتعمل أشياء وخرجتي من الرقة ما هو شعورك اليوم؟ يعني مبسوطة لأن الرسالة قدرت أنها توصل يعني المخاطرة ما كانت على الفاضي يعني ما أجت بدون نتيجة مبسوطة وإن شاء الله توصل للهدف اللي مش بس أنه يوصل للعالم بس يوصل لحلول لهذا المكان يعني المخاطرة هي كلها كانت أنا ما أشتغلت بالصحافة بس كان واجب علي أنه أطلع هذا الشيء بالوقت اللي كان مغيب أعلاميا نرجع على موضوع الشعور هو أنه مبسوطة لأنه وصل هذا الشيء وأتمنى أنه يوصل للحلول سنتوقف عند هذا مطولا أهلا بك ليانا صالح أنت زميلتنا من فرانس 24 أنت صحفية يعني من انتجتي هذا الفيلم وأخرجتيه مع كلير بيي من القسم الفرنسي أو الإنجليزي كلير كانت أول شيء مرحبا رمضان ومرحبا لكل مستمعي إزاعة مونتي كارلو الدولية طبعا مونتي كارلو هي بيت الأول هذا الفيلم هو من إخراجي وإخراج كلير بيي كلير بيي صحفية ومخرجة أفلام أيضا كانت تعمل حوالي عشر سنوات مراسل على الفرانس 24 في أفغانستان ثم عادت إلى هنا وتعمل حاليا فقط على إخراج الأفلام التسجيلية سنتوقف قليلا بعدين سنتوقف عند هذا الفيلم عند المؤثرات التي يعني اليانا أنت درستي سينيما وهذه المؤثرات التي استعملت فيها التقنيات الفيلم التجريبي السينمائي والتي أعطت يعني كل مساحة الإنسان لنا والتي يعني اقشعرت لها جلودنا أنا اقشعر جلدي لما شفت الفيلم أدعوكم أعزائي المستمعين والمشاهدين عبر يوتيوب مونتي كارلو الدولية إلى رؤية هذا الفيلم اليانا قبل أن ننتقل إلى المزيد هل أوضحت لمستمعين متى يعرض هذا الفيلم على شاشة فرانس 24؟ بداية الفيلم سيعرض غدا السبت الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت باريس على فرانس 24 فرانس 24 قبله على العربية الإنجليزية والفرنسية ثم طبعا سيعاد بثه في أوقات لاحقة يعني من مساء يوم السبت حوالي الساعة 11 و45 دقيقة وفيما بعد يعني ابتداء من يوم الأحد سيتم وضع الفيلم على يوتيوب ليكون بمتناول الجميع الجميع عموما سابع وخمس دقائق بتوقيت باريس سامنة وخمس دقائق بتوقيت الرقة وأهل الرقة أهل سوريا يستمعون إلينا عبر الموجة المتوسطة وعبر الأنترنت نتوقف بداية في روبرتاج لزميلتنا لينا محمود وهي من أسرة موتيكال الدولية تقدم النشرة الثقافية وحضرت العرض هذا الفيلم على الصحفيين عادت لنا بهذا الروبرتاج الذي يقدم المشهد نستمع هيا السمراء تلك الثائرة أصيلة مدينة الرقة لا تملك سلاحا سوى مقلتيها العسليتين وحريتها هذه الحرية التي دفعت ثمنها غاليا جدا ألا وهي الغربة كنت فكرة أنه هذا الشيء ممكن أنه يوصل توصل رسالة بس لأسف يعني أنا غامرت بحياتي لو أني ميتة ما حدا رح يعرف بيني يعني عملوا لي داعش إصدار مثل الكساسبة مثل الصحفيين اليابانيين الفرنسيين البريطاني ما بعرف شو ممكن يعني هذا رح يكون مصيري وأنا مهددة وأنا موجودة بفرنسا نسا تجيني تهديدات وأنا ماني خايفة أنا أتمنى لو أنه على حياتي يعني لو أنه هذا التصوير كنت أغامر أكثر بس أنه يحل مشكلة نعم يعني ردود الأفعال كانت تعكس ما كنت أتخيل أو أي حدا حوالي يتخيل صمت التسجيلات الصوتية والمرئية التي أرسلتها هيا العلي تحت اسم رزان لإخبار العالم عما يحدث في عاصمة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا الرقة تلقفتها الصحفية اليانا صالح في قناة فرنس فانكاتخ الأخبارية بداية تم إرسال هذه الصور لفرنس فانكاتخ لما أنا شفتها يعني تفاجأت بجرأة الشخص اللي صور هاي المشاهد ولما عرفت أنه هي امرأة أصلاً اللي صورت هاي المشاهد كانت المفاجأة أكبر ودغري يعني بيني وبنحالي قلت يعني بحييها يعني أنا صحفية وروحت على عدة مناطق حرب وما عندي الجرأة اللي عندها ياها يعني ولا ممكن أنه كان يعني خاطر أنا بحياتي وروح على الرقة تصور تنظيم الدولة الإسلامية المخرج السوري في المنفى فارس الحلو وسط الجمهور تعاطف بشدة مع هيا الثائرة التي اضطرت لترك مدينتها الرقة تحت ضغوطات وتهديدات تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وذلك لتصويرها خلصة بعضاً من شوارع هذه المدينة حقيقة الفيلم أسرفيني يعني وأوجعني يعني ببعض الأماكن لأنه هو هذا ذكرتي كمعني أنا كمعني بالشخصية اللي تقاطعت معه غير أنه قدمنا الفيلم شخصية للفتاة السورية السائرة حرة وبهذا البيت الشعري لأمير الشعراء أنهت هيا لقاءها معي وقالت وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يضق لينة محمود باريس منتكارل الدولية موجات الاستماع إلى منتكارل الدولية تجدونها على موقعنا قبل أن نتحدث يعني نعود إليك هيا حول هذه التجربة وسنعود بالتفصيل كيف أجدك الفكرة كيف صورتي من أين أجدك الكاميرا ما هي هناك العديد من الأسئلة التي يمكن أن نطرحها حول داعش حول ما ينقل عن سبيل النساء يعني كل هذه الأشياء إلى بأس أن نتحدث إلى الصحفية إليك اليانا يعني في هذا الفيلم الذي سنستمع بعد اللحظات أو بعد قليل إلى مقتطف منه صورتي أخرجت الإنسان واضح بأنك تفاعلت مع هذه الإنسان كيف كان اللقاء بين الصحفية وبين الثائرة اللقاء الأول بيني وبين حياة التي كان اسمها رزان يعني إعلاميا بعد ما تم إرسال هذه الصور والمقابلة التي أجريت معها وتواصل معها عبر الهاتف يعني بشكل يومي كان ما حيال الوقوف عند بعض المحطات في حياتها أو في تصويرها أو في سياق المساري التاريخي أو السياسي لمدينة الرقة يعني هي منجم أيضا من المعلومات ومن الطاقة الإخراج الأول كان لفيلم قصير أو لتقرير صحفي بعنوان الرقة تحت حد السيف تم نشره يعني أو بثه عبر فرانس بانكات ولقى نجاحا كبيرا لكن هي كانت المرأة المجهولة التي لا يعرفها أحد كيف تلقيتم هذه الصور كيف أرسلتها يعني هي بعد ما صورت وأكيد هي تحكي أحسن عن الموضوع بعد ما صورت المواد الرقة على مرحلتين تم إيصال هذه المواد عن طريق وسيط في لبنان هذا الوسيط هو الذي قام بإرسال هذه الصور لقناة فرانس بانكاتر طبعا القناة نحن نستقبل يوميا المئات من الفيديوهات سواء كانت من نشاطاء أو من مؤسسات إعلامية أو شركات لكن توقفنا عند هذه المادة تحديدا ليس فقط أنها صورت في مدينة الرقة لكن الطريقة التي صورت فيها هذه المواد كانت فعلا لافتة وتعبر عن جرأة من صورها هي ليست هي المرأة أو الشخص الأول الذي يصور في سوريا ابتداء من 18-3-2011 رمتان يعني السوريين أول ما خرجوا خرجوا بهواتفهم النقالة يعني أنه وانا بتخيل هي فقط هي أجت استمرارية للمواطنين الصحفيين اللي موجودين في سوريا بعد ما تم إنتاج الرقة تحت حد السيف حيث تعرفنا على الرقة من خلال عيون هيا طبعا هيا تلقت تهديدات لأنه تم الكشف عن هويتها وبفضل مساعدة عدة جهات تمكنت هيا من الخروج وجاءت هنا إلى فرنسا وكان فيه فعلا رغبة للتعرف على الوجه الحقيقي لهذه الفتاة يعني أن نقول أنها بطلة ونصفق لها وانتهت القصة هنا يعني هذا أمر غير جائز يعني نحن بحاجة أن نتعرف أيضا على الإنسان وهذا الإنسان مرة بعدة مراحل يعني وانتكاسات وانتصارات نوعا ما وكان الهدف من خلال هذا الفيلم هو تسليط الضوء بشكل غير مباشر وبعيد عن البحث عن المعلومة وعن الخبر هي كانت دائما يعني مغناطيس لجميع الصحفيين يعني أن الكل بدي يعرف مين اللي صورت مين اللي قدرت عن جد تخترق تنظيم الدولة الإسلامية بالرقة وتصور كل هاي المواد أنا كنت في توجه تاني يعني أنا وزميلتك لغبية نحن لم نكن نبحث عن الخبر أو عن السكوب نحن كنا نبحث فعلا عن الإنسان وأخيل أنه يعني قدرنا بشكل معين أنه ننجح أنه نوصل الإنسان بكافة زوايا يعني مثل ما قلت بانتصاراته بانتكاساته بآماله بانكساراته من خلال فيلم وثائقي تسجيلي قصير ما نحن ما عم نطغى بتعليقاتنا عليه ولا برؤيتنا الصحفية نحن حاولنا نكون قدم فينا منفتحين ونحاول نقدم الشخصية بشكل مرن من خلال هذا الفيلم هيا الآن كيف جاءتك فكرة تصوير داعش يعني نرى من خلال هذا الشيء أنه انتقام نوعا ما من هؤلاء الذين يأتون ويجتمون على صدوركم في داركم في عقر داركم هو انتقام وهو أيضا كسر لحاجز التعتيم الإعلامي بماذا صورتي كيف جاءتك فكرة التصوير وكيف أعطيتي هذه الصور للوسيط وهل كان لديك تصور من البدايات منذ البداية بأن هذه الصور ستحدث ضجة إلى غير ذلك الفكرة التصوير ما أجت أكيد من فراغ لأنه بداية أنا قبل سنة من تصويري عند تنظيم الدولة الإسلامية أنا كنت عم صور بالمناطق اللي كانت تحت سيطرة الجيش الحر واستعادها النظام فكنت أحاول تماما يعني الحالة الإنسانية لهذا المكان أنا ما أقدر أفوت على فروع أمنية وأحاول أوثق انتهاكات كبيرة أكيد بس حاولت أني أوثق الدمار المدن أو المناطق اللي تحولت لمدينة أشباح دمار كامل ما في بشر كيف صورت بماذا صورت؟ صورت بكاميرا صغيرة كنت أخفيتها كانت هي بالنسبة للمناطق اللي تابعة لتصيطات النظام هي الطريقة أسهل كيف اقتنيت هذه الكاميرا؟ اشتريتها تباع هذه الكاميرات الصغيرة وهي كاميرا سترون في الفيلم أحضروه غدا ساعة سابعة وخمس دقائق بتوقيت فرنسا هذه الكاميرا صغيرة جدا ووضعت في حقيبة يد كيف استطعت أن تتوصلي إلى هذه الحيلة ومن أين أخذته تقنية التصوير يعني؟ هل تدربتي على هذا؟ لا أبدا أنا حسيت أنه هو واجب بالوقت اللي أنا كنت من 15-3-2011 أنا ضد النظام ضد الدكتاتورية بشكل عام كنت أطلع مظاهرات ما توجهت أبدا للصحافة عفوا ما توجهت للصحافة بهاي الفترة أبدا بعدين لما حسيت أنه ما عاد فيه يعني أنا عندي طاقة إيجابية هي تتفجر بالمكانات اللي أحس أنه هي صعبة وخطرة مش بالتصوير بس يعني بأي شيء بحياتي أنا مغامرة أحب المغامرة وهذا وضحة من الفيلم تماما أنا كان عندي استعداد للمغامرة أكثر بسبيل أول شيء تجربة أنا أحب أني أجرب أشياء خطيرة بحياتي ثاني شيء أنه هو يعني واجب علي لبلدي يعني ما أنا مش بس أنه خلاص أنا انتهى دوري بهذا المكان لا ما دام أنا طلعت وعندي يقين بأفكاري وبمبدأي أنا بدي كمل كمل بدور المواطن الصحفي بالبنت المتنكرة البنت بأي شيء بمظاهراتي طيب وضعت هذه الكاميرا في حقيبة يدك التي يعني عملت فيها ثقب لكي تحطي الكاميرا ما الذي نقلتيه للناس؟ ما الذي كشفتيه للعالم؟ بداية التصوير أنا ما كنت في فكرة أنا شو لازم أصور أو شو شيء اللي لازم أنا أظهره أنا فتت على المدينة طلعت من الرقة بشهر 11-2013 قبل سيطرة التنظيم بشكل نهائي على الرقة بسبب ضغوطات من التنظيم نحنا كنا مجموعة شباب عنا تجمع مدني كان يشتغل على الوعي أو دعم نفسي للعفوان لليافعين والأطفال حتى ما يتوجهوا للسلاح السلم الأهلي والنضال العنفي فكانت في نظرة التنظيم لأنه نحنا النظرة العلمانية وهذا الشيء أبدا ما يتقبلون يعني طلعوكم خارج الرقة؟ تماما فبلشت مثل تهجير يعني بعالم خطفات عالم اقتالوها عالم اعتقلوها وعدموها فصار في ضغط علي طلعت بره المدينة بعد شهرين أو ثلاث لما سيطرت الداعش على الرقة فرضوا من النقاب أول يوم بفرض النقاب 17.1.2014 أنا نزلت على الرقة كانت الكاميرا موجودة عندي كنت مشتريتها من الإمارات بس يعني ما كنت عارفانا عن ليش نزلت الكاميرا معي أساسا ربا صدفة فكرت يعني بأكدها بفكرة أنه أنا وين لازم أخفي الكاميرا شلون بدي يعني بسيارة أو بأنا معاشا بعدين ما عرف شلون طلعت معي الفكرة وبنفس الليلة اللي طلعت معي الفكرة رح اتجهزت الغراض التصوير والعدة التصوير والأشياء اللي بدي أخفي بيها عدسة الكاميرا وطلعت يعني يوم طلعت الصبح بكير يعني ما هي أكثر الأشياء التي صورتيها ويعني كانت يعني بارزة في فضحي هذا التنظيم وفي يعني رواية ما يحدث في الرقة التنظيم مفضوح بس نحن ما بدنا نقتلع لكننا لا نعرف ما الذي يحدث في المدينة في الحياة العادية كيف يتحدثون مع الناس كيف يتعاملون تماما هي الهدف كان أنه يعني اللي بدوا يعرف شو صاير بالرقة هاي العدسة هي اللي رح تشوفه شو صاير بالرقة يعتبر حالو أنه الماجم احكينا شوي شو صاير بالرقة تغيرت يعني تغيرت ونت المدينة تماما أول شي توشحت بالسواد الكنائس تهدمت يعني العلم الثورة اللي طلعنا نحن مشانه صار هو تهمة بالنسبة لهذا العلم المرقة كانت محررة من النظام قبل ما تسيطر عليها داعش بثمان شهور فكانت الحيطان والشوارع كلها مرسوم عليها عالم الثورة كل هذا تلون صار أسود النساء تحولت لشيء أسود ما عندي أي وصف ثاني يعني وشاح من راسها لقدميها بالسواد الأطفال نحرمهم من مدارس من أي شيء من أبسط حقوق يعني طفلة عمرها عشر سنين كانت معي وصورتها بالرقة بتحب الحياة يعني مو بس هي كل الأطفال يحبوا الحياة نحرمهم من أبسط حقوقهم من المدرسة التعليم إنهم حتى يلعبون بالشارع البنت لازم تتنقب يعني طفلة عمرها عشر سنين لازم تحط نقاب لازم تتحجب يعني التنظيم يعني مشي التنظيم بالشوارع باللباس الغريب بالسلاح للنساء والرجال الشغلة اللي تسير لفتة نظري وتعمبي رجل مسلح من تنظيم مع زوجته مسلحة معهم طفل صغير عمره يمكن سنة يمكن ضليت شي ساعتين أنا ماشي ويرانهم بدون ما أفكر ثم ممكن يصير معي هذا الطفل اللي أنتم ماشين معاه وأخذينه على الجنينة الأب شاي الإسلاح والأم شاي الإسلاح يعني على إيش بده يكبر شنو بده يطلع بالمستقبل طب إنتوا ليش جايبينوا على الحديقة أساساً خلاص حرموه مثل ما حرمتم أطفال العالم أطفال المدينة هاي كلياتها من أبسط حقوقهم تحولت المدينة مدينة فاضية أصبحت يعني ما عاد فيه تهجرة من ناشطين العالم اللي موجودين الشباب جيل الشباب البنات ولا الشباب الذكور يعني ما عاد فيه أبداً يعني أنا ماشي بالشارع ما أشوف غير الكبار والعمر ونظرة العتب إلنا يعني أنا لما أكون ماشي بالشارع أشوف مرة عجوزة قاعدة على الصيف عن جد وحط النقاب ومختنقة مبين عليهم مختنقة بالنقاب وعمرها ستين ولا سبعين سنة وهناك جنسية كبيرة كثيرة في الرقة كل الجنسيات كل الجنسيات استمعنا حتى في الفيلم إلى إحداهن وكانت تتكلم تكلم عائلتها بالفرنسية ما رأيكم يا بنات نسمع شوي من مقتطف من هذا الفيلم سأحدث سنحكي لكم عن قصة العيون وهي قصة يطول شرحها نستمع إلى هذا المقتطف ونعود نستمع إلى هذا المقبل 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 حسيت أنه هي ممكن تكون مسلاحي هذا الشيء الضعيف لما أنا عديت من عندها الحاجز وحاولت أني أعلقهم بعيوني يعني كلما أعدي من جنب واحد يعني أنظر له هاي النظرة نظرة النور ممكن أنه أنت بطل أو أنه أنت عجبتني مثلاً أو أنت سيء أو أنت أي شيء ممكن نظرة الضياعة هي جانت أنه بدو يفهم شنو هاي النظرة فإجباري بدو يخل عينه بعيني حرية للأبت حرية للأبت حرية للأبت حرية للأبت ونعي السماء هلا ونعي السماء بره ونعي السماء بره وإحنا ما نقبع الإسلام ظالم الإسلام بحياته معتها ظالم أنتم متعسلمين ما لكم دخل بالإسلام إحنا مسلمين كله أنتم مسلمين الله أكبر ونجدك يا مارس صغرين وثر جداً بالفعل وصوت هذه الفتاة الصغيرة التي كانت تبكي وتقول بأنها لم تر والدها منذ شهر غيب والدها منذ شهر أدعوكم فعلاً إلى مشاهدة هذا الفيلم المؤثر جداً لنعود إلى قصة العيون هذه العيون الحساسة الضعيفة ولكنها العيون وعيون المرأة السورية القوية لماذا كنت تنظرين إلى الدواعش في عيونهم؟ ما كانت عندي مشكلة أنا بالكاميرا كنت أحاول أروح على مكانات ممكن بالبداية التصوير ما كان لهم هذا الانتشار بالشوارع بالمحلات كانت المدينة فاضية تقريباً بالمرحلة الأولى من تصوير اللي هو بعد السيطرة تماماً فكنت أفضر أني أروح لعند مقراتهم الرئيسية لحتى أشوفهم على الحواجز أشوفهم بالشوارع بالمكانات القريبة عن مقرات وأنا ما شاء لحالي ومكانات ممنوعية يمكن الطيري عدي من عندها فكنت أغامر ممكن أشير ربطة خبز لحتى أنه أنا رايحة أجيب خبز ومستعجلت وبيدي طريق مختصر والشغلة الثانية هي العيون أنه حاولت ما عندي شيء بجسمي ظاهر غير عيوني هما جميلتان جداً شكراً فحاولت قدر الإمكان أنه أنا لما عندي من عند حاجز أنه بأي حدا أي حدا بالدنيا ما هذا الشيء أثبت لي أنت مسلم بتخاف الله ما تغض بصرك ما عارف أيش هذا الحكي كله ما في منه على التجربة فحاولت قدر الإمكان أنه أنت أعلقه بعيوني أدحق عليه بطريقة مباشرة فهو ما رح يفهم شو هاي النظرة يعني ببعضهم أنه كانوا يزوروني بس ما بنخلي عين وبعين ويزورني يعني ينظر علي بعصبية أو بحقد وبعضهم كانوا يعني يسترخون يعني يبسطون ممكن أنه يرض غرورهم يعني ما عارفنا تماماً هي ليش نجحت معي هاي الخطة بس كنت مبسوطة بها يعني بينه بين حالي أكون مبتسمة وقعد أضحك من تحت النقاب وأنا قعد أضحك عليه وأنا أقول له شو أنك غبي يعني بعيوني خليتك تلتهي وأنا عم صور وجهك وصور مرتك وصور أولادك وصور فكانت سلاح ما هو دائماً يعني العيون هي العضو الضعيف بجسم البني آدم هو كان سلاحي ليانا ركزتي على العيون كانت لفتة غمزة جيدة جداً لأنه هذه العيون التي استطاعت من خلالها أن تنقل لنا أيضاً كل ما يحدث كانت عيوننا عيون هيا كانت عيوننا كيف استطعت يعني كيف جاءتك فكرة التركيز على العيون من شغلتين حقيقة الشغلة الأولى أنه لما شفت الوجه هيا لفت نظري جداً عيونها لما تعرفت عليها شخصياً وأنا قبل ما كان في عندي صورة لإلى لأنه أنا بس بعرفها من خلف نقاب وفي إحدى المشاهد اللي كمان بنشوفهم بالفيلم اللي بتوقفها دورية لداعش والدورية بتوبخها لأنهم شايفين عيونها لأنه النقاب كيف كانت حطها كان شوي مخايل عند عيونها فوقفت عن كتير عند هاي اللحظة أنه طب ما هي لابسة نقاب وهي مغطية بس في شيء استفزهم وواضح أنه القوة والجمال يستفز هؤلاء الأشخاص وهيا كانت يعني ذكاءها أنه هذا الشيء كانت مدركته من قبل التصوير فتركيزه بأنه أوكي أنه إذا كان هذا هو اللي عم تلموني عليه أنا رح استخدمه كدافع عن حالي وكونها مرأة وفاهمة يعني هي فاهمة تركيبة هدول الأشخاص والكبت اللي جايين منه وهذا القهر اللي جايين منه والعنف اللي ضد أنفسهم وضد النساء بشكل عام يعني أنا في مشهد نمكان مش موجود بالفيلم بس بدع الناس يعني إذا تموا بالفيلم يرجعوا يشوفوا الرقة تحت حد السيف في مشهد بتكون فيه هيا بسيارة أجرة وبيوقفهم حاجز لداعش وبيبلش يوبخ امرأة داخت فشالت عنها النقاب فهاي اللي بتدافع عنها وهي عم تصور يعني هاي عم تصور الداعشي وهو عم يوبخها وعم يتقل له أنه هذا بس موجود بالرقة وهي إذا فتحت النقاب أو شالت النقاب عن وجهها هي فقط لا تتنفس فكان كتير بالنسبة لي يعني عندي شرية أنه شو مشكلتهم هن مع العيون وهذا كان عندي يعني أول مشهد تصور مع هيا صراحة هو كان مشهد العيون هو هذا الشي الحميمي اللي كان فقط الظاهر منها وهي موجودة بالرقة بس ما كانت حاسة كأنه هذا شي ضعف أو بالعكس والمرأة قوية وفيه شغلة كتير مهمة كمان بس رمتان بدي حب أن أحكي عنها اللي هي طبيعة طبيعة النسيج الاجتماعي شو شكله بالرقة يعني دائما أو في البعض يتهم أهل الرقة أنه أنتوا المسؤولين عن وجود سنعود إلى هذا لكن قبل أن أخذ اتصال من المستمعة وهي رئيسة تحرير قسم الروبورتاج في قناة الشروق الجزائرية قبل أن نذهب إلى زينب بس أريد أن أقول بأن المشهد الذي رأيناه قلت بأنه حميمي ولكنه مشهد رائع لأنه رأينا هايا بتتمكيج في عيونها وبالتالي تضع يعني مكياج هايا فخورة بأنوثتها هايا فخورة بكونها امرأة هذا في هذا الفيلم يعني في الوقت نفسي تقول بأن العيون أضعف شيء لكن عيون أقوى شيء عفواً وهو تمجيد للأنوثة الأنوثة ليست عيباً طيب معلش نذهب قبل ذلك جينجل جينجل يا جماعة جوليان ميرسي جينجل منتكالو الدولية معكم حول الحدث في الدوحة 99.6 FM الساعة الآن في باريسيا الثانية و45 دقيقة في استوديوهات منتكالو الدولية أنتم دائماً مع برنامج معكم حول الحدث نتحدث عن حكايات متمردة من الرقاء الوثائقي والمتمردة هايا العلي التي نستضيفها اليوم من الجزائر زينب بن زيطا تنضم إلينا أنت رئيسة تحرير قسم الروبورتاج في تلفزيون الشروق في الجزائر العاصمة أهلا وسهلا زينب أهلا رمضان وشراك زينب بخير؟ الحمد لله بخير الله يسلمك تفضلي زينب أقول يعني أشجع المرأة السورية أنا أبيت إلا أن أشارك في هذه الحصة لأني أعود من سوريا منذ خمسة أيام وصلت إلى مشارف رقة وصلت إلى مشارف جرابلوس استمكنت من تصوير داعش من بعيد للأسف لحفاظا وحفاظا لحياتي ولكن أريد أن أنول إلى شيء أساسي أن الشيء المهم في سوريا هو أن المرأة تلعب دور كبير جدا في مواجهة همجية الإرهابيين كنت رفقت مقاتلات من قوات حماية شعب الكردية وكان لي حديث مع المقاتلة المعروفة مريم كوباني التي قبلت لأول مرة أن تتحدث أمام كاميرا فقالت في خارج الحوار وكانت تبكي مريم كوباني قالت أود أن أقاتل حتى أدخل إلى الرقة وأن أمضم نساء الرقة وأن أرس صفوف المرأة في الرقة لمواجهة همجية داعش تذكرت معي يوم شهدت وهي تشاهد بعض عناصر داعش وهم يرجمون سيدة بالرقة وكان والدها من بين الرجال الذين كانوا يرجمونها فقالت أود أن أأتي بهذا الرجل وأن أدعو كل نساء أن المرأة السورية ربما هي التي سوف تغير وجه الأزمة السورية هل من سؤالي هيا؟ نشكرك هيا أريد فقط أن أشكرك وأن أحيي شجاعتك ولكن أريد فقط أن توضحي كيف كانت عيون الدواعش وليس عيون المرأة السورية فقط نشكرك زينب شكرا لكم عيون الدواعش كيف كانت؟ كانت متوحشة؟ لا طبعا متوحشة لأنه هما مجردين من أي حاسيس أو مشاعر يعني ما عندي وصف لعيونهم لأنه أنا ما كنت أنظر لعيونهم أساسا بالنظرة كنت أحاول أخداعهم بنظراتي وليس أنه أنا أفهم شو في ورا هي العيون لأنه واضحة وجلية ما بدها أساسا حدا يكشف شو هاي العيون يعني في غضب يعني ما كل واحد كان في عنده نظرة شكل يعني في منهم كانوا معجبين يعني مثلا في واحد خطبني بده يتزوجني في واحد كان على سنة الله ورسوله؟ تماما في واحد كان يزورني ووبخني فكل واحد كان عنده شيء يعني ردة فاعل وناس مكبوتين وهذا يمكن يكون متزوج وعنده مشكلة بعيوني يعني فما حاولت أفهم شو في ورا عيونهم مهم بعيوني اللي أنا وصلت فيها رسالتي بس طيب نعود إلى ما كنت تقولينه اليانا حول ما يقال عن مسؤولية أهل الرقة في استجلاب داعش يعني من خلال عملي كل هاي الفترة مع هي افهمت أكتر النسيج الاجتماعي لمحافظة مثل محافظة الرقة أول شيء محافظة الرقة هي محافظة عشائرية ولكونها محافظة عشائرية هي مكانة المرأة قوية جدا يعني النساء الرقة هي هن نساء جدا أقوية فاختيار يعني هذا في جملة أنا بدي أخدها من هيا بتقول داعش منزلوا بالبراشيوت منزلوا هيك على الرقة هن شوي شوي يعني نخروا بالرقة الرقة هي كمان يعني هي محافظة سكانها بيحبوا الفرح بيحبوا الزراعة بيحبوا عندهم يعني أسلوب حياة وثقافة معينة هي ما بتشبه الثقافة اللي جاي يفرض تنظيم الدولة الإسلامية في نقطة كتير مهمة هون أنه دائماً نحن متعامل مع داعش كأنهم جايين من السماء يعني كأنهم كائنات فضائية وبدنا نحرفهم أكتر شو شكلهم شو كيف بيأكلوا وكيف بيحكوا وأنا بتخيل هذا الإدرات تنجح فيه هي لأنه هي شايفاهم بشر هي لا شايفاهم فوق ولا شايفاهم تحت شايفاهم كأفراد وأفراد مساكين وهي بتقولها أنه هي شفقت عليهم يعني حتى لما التقت مع النساء التابعات لداعش اللي كان بيشتغلوا مع كتيبة الخنساء أو أنهم هنا زوجات مشاهدين هي كان عندها مشاعر شفقة تجاه هدول العالم لأنهم مخدوعين وهي عارفة أن هدول الجماعة مخدوعين في منهم مفكرين حالهم فلسطين عم يقاتلهم خاصة الأجانب وهاي فيها تحكي أكتر عن هذا الموضوع لا في قسم كبير منهم القيادات بداعش هي الأساس الأفراد طبعا مو الكل يعني بس البعض منهم عن جد عالم ما هنها عرفانا هي ليش موجودة بهاي المكان أو شو الهدف يعني مثلا مرة فرنسية أو ما بعرف هي حسب ما قالت أنها فرنسية كانت قولي أنه هي جاية لحتى تفجر حالها ببشار الأسد لأنه هو ظالم طيب بشار الأسد مو هون مش بالرقة الرقة كان رح يصر لها سنة محررة من بشار الأسد يعني في ضياع بقسم كبير منهم أنا تقابلت مع داعشي ليبي طبعا بعد مليون واسطة يمكنه بعد مليون حدا فات لحتى هو منشق ما بدو يقابل المرة آخر شي حطيت على راسي ورحت شفته ما المشكلة أنه يعني السؤال الرئيسي أنه ليش انشقيت يقولي أنه أنا ما تنجاي على هذا يعني أنا تنجاي على تماما هو انشق عن داعش أنا تنجاي على شي وشفت شي ثاني تماما يعني نحن العمليات اللي كانت تصير ما كانت تصير ضد 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 النظام بشار الأسد ما كانت تصير ضد الأهالي والعالم المدنيين الناشطين في حقد من هذول العالم أو في مش حقد هي يعني في مشروع يعني أنا ما عندي قدرة أني أوصل للأفكار أنه هو شوفي من وراء هذا الشي بس يعني رأينا في الروبورتاج بأنكم يعني الذين يخرجون في مظاهرات كانوا مسيحيين كانوا مسلمين كانوا سوريين بالنهاية يعني هل أتت داعش يعني تنجحها هل نجحت في بث النعرات الطائفية لا لا أبدا لا هذا الشي أبدا ما صار لأنه بالوقت اللي أول أول عمل لداعش ضد المسيحيين بالرقة لما كسروا الصلبان بالكنايس وحرقوا الكنايس مباشرة يمكن بعد ساعتين طلعنا وعملنا اعتصام بعدين طلعنا مظاهرة مشينا فيها شوارع الرقة كلها طبعا يعني نحن حتى نفهم العالم الموجودين المسيحيين والأرمن الموجودين بهذا المكان نحن معاكم نحن طلعنا ضد مجرم حقيقي اللي هو بشار الأسد اللي هو سبب سبب كبير بوجود هذا التنظيم طبعا لأنه يعني هو سبب يعني هو المنبع الرئيسي للإرهاب هو اللي فتح السجون هو اللي فوصلت رسالتنا للمسيحيين الموجودين بالرقة أنه نحن نحن واحد أنا البنت المسلمة السنية طلعت معكم مثل ما أنتم طلعتوا لما أنا كنت مثلا أنا ولا أخوي ولا أختي ولا صديقي ولا أي حدا كان يتعرض من من إحنا لسه قضيتنا وحدة يعني ما لا ما أطور في نأخذ اتصال من الأردن مع سورين سورين أهلا بك سورين خدنيان وإنتا سوري تقيم في الأردن مرحبا سورين تفضل مرحبا رمضان مرحبا تفضل سورين أولا شئي بك سورين على قوتها في البلد تلك الرقة اللي أنا بعلي قرررقة كتير وشياء واشي ترقر يعني الزيارات أشي تموز أشي أشي تلك مدة طويلة باعهم شاب شاب رقة أكتر كيف شعب كيف نسوان رجال من أكتر الشي يعني معروفين سو بتيقول هيا بس حييها والشي على العمل اللي أملك هذا مشكلة الناس بقدر يعملوها شكرا ما أعرف السؤال كمان ما أعرف أدي صح مين ترك مين ترك هالزواعش يجو ويغدوا مقر لرقة شكرا هل هم الشعب ما أعتقد هذا سؤال مهم شكرا لك سورين كيف دخلت داعش إلى الرقة شكرا سورين بس بدي أعقب عليك المقبل السؤال زلت منها لأنه سورين قال أنه هي رجل لا هي مو رجل لأنه في كثير رجال ما عملوا شي أو ممكن ما يقدروا يعملوا شي هي امرأة شجاعة ورجل شجاع أنا ما أقبل حتى العالم تفهم أنه أنا شجاع يقولون عني مثلا أخت رجال أو رجل لا أبدا أنا أنثى ومثل ما قالت أنا فخورة بأنوثتي تفضلي بالوقت اللي كان بعد التحرير بعد غياب النظام أو سقوط الرقة أو تحرير الرقة ما عندي وصف دقيق لهذا الشيء كان فيه غياب غياب عن الأرض بهذا المكان محافظة تحررت ريف ومدينة بالوقت أول محافظة تتحرر بعد سنتين من الثورة كان ممكن أنه ننتقل لمرحلة نطلع بخط بيان يصاعد حتى ونشوف العالم أنه نحن ثورتنا صح وأنه نحن مطالبنا الحقيقية ومشاريعنا تتأسس بهذا المكان وبعدين تنتقل على باقي محافظات بسوريا كان فيه غياب للمؤسسات المعارضة بالرقة كان فيه كان فيه نقص من الخبرات للناشطين للمجتمع المدني للعالم اللي موجودين ما كان عنا قدرة أنه العالم أنه تقدر تدير هذا المكان فظل المسيطر بهذا الوقت هو العسكر العسكر هو كان يسبب خطر علينا أوكي تحررت المدينة وممكن أنتم ترابطوا على أطراف المدينة أنا ما عندي خبرة عسكرية ولا عندي خبرة سياسية عميقة بس تحليلي شخصي أنه كان ممكن أنه مثلا تنتقل مقرات للمعارضة بهذا المكان ينشغل ينشغل ينطرح حضر جوي مثلا إذا خايفين العالم على أرواحها يعني كان يعني ما صار شيء على الأرض فإذا هناك تقصير كان فيه تفكك تفكك العشائري كان هو سبب رئيسي بهذا الشيء التقصير من المعارضة من الغرب من العرب ما بعرف مين ببط بس كان فيه تقصير إما مقصود وأنا ما ممكن أقول غير مقصود بالنسبة لي من منشط نظري أو يعني حط سيء ما عارف عموما في هذه دقائق المتبقية سؤال قبل أن نختم ما صحة ما يقال عن السبي عن الجواري عن النساء عن كل ما الذي رأيته في هذا الصدد في الرقة لا أنا ما شفت شيء بعيني بصراحة بس السبي موجود يعني البنات الأزيديات اللي أخذوهم من العراق وصلوا على الرقة من فترة يعني هذا الموضوع موثق ومؤكد بالموما يعترفون في يعني يعني هم عندهم هذا يعني عندهم موضوع السبي أكيد موجود بس أنا ما شفت ما شفت شيء بعيني أكيد بس يعني آخر الأخبار الموثقة جاءت أنه البنات النساء العراقي الأزيديات العراقيات وصلوا على الرقة للسبي ما عندي جواب سؤال أخير لنختم هذه الحلقة يعني التي سعدنا فيها باستقبالك كيف ترين المستقبل اليوم ما صورة مشوشة ما عندي ما عندي أبدا نظرة لبعيد شو ممكن يصير لأنه تأملت أنا شخصيا تأملت كثير يعني أنا طلعت من الرقة يمكن عشر مرات لحتى وصلت على فرنسا كل مرة أطلع من الرقة أرجع عليها يعني طلعت على الإمارات طلعت على تركيا طلعت على محافظات سوريا ثانية وفي شي دافع يرجعني عليها بالوقت الحالي ما أنا قدران أفكر بشي لأنه مهددة يعني ما عادت الأمور مثل أولي وما عاد عندي مأمأ يعني بالوقت الحالي ما عندي أمل يعني بصراحة قريب وكشفت هوياتك في كل الأحوال سنتابعك يعني كثب لينا صالح نتكر إذن بموعد بث هذا الوثائقي ثائرة من الرقة يعرض عبر شاشة فخانس 24 في إطار برنامج روبرتر أو روبرتار روبرتر مرسلون مرسلون الساعة السابعة السابعة وخمس دقائق عشر دقائق وعشر دقائق بتوقيت فرنسا الثامنة وعشر دقائق بتوقيت سوريا والعراق شكرا لكم معكم دائما دائما حول الحدث هنا مونتي كارلو الدولية